أما عن المعركة اللي بين رئيس الوزراء وبين نقابة الأطباء فهنتكلم عنها دلوقتي كورونا بعد التهوين مدبولي بيقول جائحة كورونا لم تشهدها البشرية منذ مئة عام والقاهرة التحدي الأكبر جائحة كورونا لم تشهدها أو لم يشهدها العالم منذ مئة عام طيب معلش يا مصطفى كنا من اتفقين كده نفكروا مين اللي هدد مين اللي قلل من كورونا انت هو مصطفى مدبولي دلوقتي الحقيقة يعني بدأ يفوق بعد شهور وبعد أرواح راحت ان كورونا جائحة لم يشهدها العالم من سمينمائة سنة؟ مين اللي قال انها زي الالفلوانزة العادية؟ مين اللي قال انه لا داعي للكمامات؟ مين اللي قال ما تأفوروش؟ مش وزيت صحتك؟ مين اللي راح الصين ورجع؟ مين اللي رجع من الصين نزل على لقصر؟ مش وزيت الصحة بتاعتك؟ جايت قولينا النهاردة ان كورونا جائحة لم يشهدها العالم منذ مئة عام؟ من تفوقت دلوقتي؟ طب كده نشوف بقى نشوف الأخبارة مدبولي ما زال عرض المصابي كورونا تحت سيطرت وزارتها الصحة والتعليم وقادي الأخ لأ نشوف المكس كده اللي أقللوا لما أقللوا من كورونا مع بعض معلش يا أقللوا عندك لما الأخ بيقولي لم تشهدها كورونا الأمور تحصل ترى الحكومة نستخدم توليفة أدوية تحقق نجاحا في مواجهة كورونا رئيس الوزراء مصر ما زالت في إطار الحدوية الآمنة للسيطرة على فارس كورونا مش دا كلامكم؟ لا داعي للتخزين مدبولي تأمن الموطنين وأكد توفر أدوية الكورونا مش دا كلامكم؟ وزيرة الصحة لا داعي لارتداء الكمامات الطبية بالمدارس والجامعات مش دا كلامكم؟ وزيرة الصحة نسبة الزيادة في الإصابة في فارس كورونا هادئة ولا داعي للقلق لو وصلنا لألف حالة مش دا كلامكم؟ جايين نهاردة تقولولي أنها جائحة لم يشهد العالم مثلها من 100 سنة طب خلينا ناخد بقى دلوقتي فيديو معلمة بإدارة حدوية التعليمية هي بتقول أنها راحت عندها كورونا رئيس اللجنة رفرت الأجازة بتاعتها رفرت قبول اعتذارها بحجة وجود عجز في المعلمين واسمع كده قالت إيه أحمد موسى؟ البيت ركبت مقرباص لمحاطة خلوان والمحاطة خلوان سبت المترو والمحاطة ساعد زغريس وبعدين لما رجعت نفس الخطر سير البيترو كان زحمة والميكروباص كان زحمة ولا عادي؟ أولا بصراحة يوم السبت كان المترو مش زحمة خالص مش زحمة خالص أغربت أنه ما كانش زحمة لأني لم تستعود على العركة يوم الحد الزحمة زادت شوية بس ما كانتش بجوزة ما كانتش بجوزة نتعودين عليها في الآن أيوة نزلت سبت وحد سبت وحد أنا نزلت في يوم السبت وقدمت الورق لرئيس اللجنة وما قبلتوش وصممت النهيات نظامي وقلت لها أنت تعبانة وما قبلتش وقلتها الورق وما رجيتش تبصي فيها أصلا ما بصيتش فيها أصلا أصلا ما بصيتش فيها أصلا حدرتك مصابة بتقولين أنا مصابة عليتني عندك الإدارة العمل يمتحات قلت لها حدرتك إحنا قعدنا في الإدارة العمل يتحنجي منه وما تقللش اعتذاري وأنا تعبت من الكتر اللفة ووضوبي خاصة مش عادي أخذ إجازة أنت عايزيني أنا لسا أروح تنقل عمل أنا حتى على شكل طلبت منها ولو بصورة ودية قلت لها لو سمحت حضرتك ولو بصورة ودية أنا دلوقتي كان رائفت في العزب أسبوع قلت لها لو سمحت ولو الأسبوع ده مفروش غاليومين سنوية عمت لو يفع باس اليومين دول ما اختلتش بالطلبة فتقالت لي أنا عندي عاكد وما قدرش أعاد لما قلنا زمان أن في عجز والمدرسين بيعتذروا عن البتاع قالك الإخوان وقنوات الإخوان طب قلنا الخبر ده هات بديل التعليم ترفض اعتذار مدرس رغم تقديم قمسيون طبي الاعتذارات كتير لا وفي وسط اللي هو وزير رئيس الوزارة بيقول أن القاهرة تحدي كبير في جائحة كورونا وزير العد يقرر عودة العمل بالمحاكم والشار العقاري بكامل طاقتها من يوم السبت من يوم السبت متحدث مجلس الوزارة بيقولك استثناء شواطئ الفنادق والقرى السياحية من قرار الإغلاق هنغلق كل الشواطئ مع عدى القرى السياحية اللي هم السحر الشمالي يعني والفنادق فشواطئ الغلابة اتقافلت شواطئ الناس الهاي كاي باي دي تفتحت جدا على البحري يا بغت من كله اسمه إيدا الشليف حتة اتحاد الكرة بيعلن ست حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدول المصري وما بيكشفوا كده بالصدفة ست حالات كورونا وهنفتح برضو الرياضة مصطفى مدبولي يتاهم الأطباء بالمسئولية عن إصابات كورونا برغم كل اللي بيعملوا ده بيتاهموا المسئولين بأنهم أسمع إحنا كنا بنلاقي للأسف في بعض المحافظات والأماكن أن هناك تغيب وعدم انتظام من الأطئم في بعض الأماكن وده اللي كان للأسف أدى بصورة أو بأخرى إلى حدوث يعني تفاقم للإصابات أو حالات للوفيات نتيجة لأن ما كانش في انتظام للأطئم الطبية للقيام بعملها وعشان كده يمكن يعني إحنا كنا حرسين كل الحرس بتوجيه السادة المحافظين ووزارة الصحة وكل الأجهزة أن تعمل كل الإجراءات عشان نضمن انتظام عمل كل الأطئم الطبية نوفر لهم كل المستدزمات الخاصة بيهم ولكن من بقى يعني يتغيب ومن يعني لا ينتظم في العمل لازم يتخذ ضده كل الإجراءات الإدارية اللي يعني النهاردة لأن الدولة ليست في حمل أن يبقى النهاردة أي حد يتقاعس رد عليه النهاردة عدوا بالأطباء قالوا تاقم الطبي عمل في ظل كورونا بنسبة 150 إلى 200% بسبب نقص العدد نقابة أطباء أسيوت الحقيقة كلمته وقالت نرفض اتهامات رئيس الوزراء للأطباء بتسببهم في زيادة أعداد الوفيات وبتقول قدمنا عشرات الشهداء وألاف المصابين في منظومة صحية متأهو ألم نصرخ مراراً وتكراراً بسبب قلة ما تخصص الحكومة للصرف على المستلزمات والأجهزة الطبية وطلبنا على مدى سنوات طويلة برفع نسب الصرف على الصحة إلى النسب التي حددها الدستور ولا تلتزم بها الحكومة لقد قام الأطباء منذ بداية الجائحة قدم عشرات الشهداء وآلاف المصابين لمنظومة صحية متهلكة ولا يزالون رغم علمهم بكل مسالب المنظومة التي لا يأملون إصلاحها طالما لا تضعها الحكومة كأولوية نتساءل يا سيارة رئيس الوزراء كم مليار من الجناهات صرفت مباشرة على الصحة من المئة مليار التي أعلن عنها في بداية الجائحة وربما لو علمنا هذا الرقم فهمنا سبب زيارة عدد الحالات الجديدة والوفيات شوف الجراف ده وزيرة الصحة بتحرض ضد الأطباء بالإدعاء أن نسبة الإشغالات في المستشفيات 30% فقط أهو وزيرة الصحة تحرض على أطباء ده في الجزيرة نسبة الإشغال في المحافظات لا تتعدى 30% وفي القاهرة أكبر من ذلك وهناك أسرة وغرف عناية مركزة ومتوفرة للمرضى فلما مريض يسمع الكلام ده هيعمل إيه؟ هيهب في المستشفى نقابة أطباء زيوت قالت الوزيرة تعلم أن بعض المستشفيات لا يخلوا فيها سرين لمريض إلا ليستقبل آخر وتتصرحتها سينتج عنها زيارة الاعتداء على أطباء دي ست لا تعرفها بتكلم إزاي دي ست متعرفش بتكلم إزاي الحقيقة يعني أدي النتيجة اعتداء على أطباء في دمياط اتفرج ليه لأن الناس متأكدة أو يعني شايفة أن الدكاترة بس بس شايفين الدكاترة بس الرجل عنده حالة برضو بس شايفين الدكاترة الحيطة الواطية لا في حد بيحميهم ولا حد ده دكتور يا جماعة لا لكن يلا اضرب بس يلا اعتفرج ده في دمياط يا حضرات ده في دمياط جميز والحالة مامية و勧يزة السحب تقول لك هلت عندنا عندنا حاجات بص تفرج يا إله 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 ده ست فيع�� Alexander بص بص USB بص 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 بيسعى في الراجل ورا في الخلفية بيساف الراجع المريض اوه ما سافش الحال يعني بعد يوهور رابط ما سافش الحال بعد ما تضرب راح يساف الحال بس راحين يساف الحال اطلع شوف كده في اسم العظام لا حوالا لا قوة الله بالله في ناس ما فعش فايدة في ناس فقدنا الأمل فيهم للأسف الأطباء ترفض الحقيقة زي هو الأطباء ترفض خطاب مدبولي لو مريض كورونا خف وبقى كويس يبقى بفضل مجهوداتنا انما لو ماتي بقى بسبب تخصير الأطباء يوحشين 100 طبيب متوفي و 500 مصاب رقم هو الاعلى في العالم وبنقول عليهم مش مرتزمين وردبه ماكملش المتين دولار وإمكانيات صفر الأطباء ترفض خطاب مدبولي الأطباء بينزلوا من أوباتهم وبيعرضوا نفسهم للخطر ودون وجود حماية ولا توفير علاجات كافية للمرضى عجزك عن توفير الأماكن والتجهيزات الكافية لعلاج المواطنين ده مش لإلة عدد الأطباء بل لقاراتك اللي تسببت في زيارة عدد الحالات يا دكتور آخرت خدمة الغز علقة صح الدكتور مش مخب سرير التمريد مش فتيات ليل بترضي أفكاركم المريضة الدكتور مش مستفيد حاجة لما يأخرك ولا يسيبك تموت الدكتور مش بيتاجر بالأزمة بطلوا الظلم وفترة مصطفى مدبولي قبل ما يبقى رئيس وزارة كان وزير إسكان يعني ما بعرفش بربع جنيه سياسة ولا إدارة أزمة طالع في بيانية تهم الأطباء بالتقصير وأنهم سبب في زيادة الأعداد في حين أنهم أكتر ناس شايلة للبلد دلوقتي يعني مفروض تراضيهم حتى لو بالكلام فشل خطر الدولة مش معناه أبداً أنك تضحي بالأطباء خلينا نشوف واحد من أفراد الجيش الأبيض بياخد قسط من الراحة قدام مستشفى الإيمان العام بأسيوت بعد تعب يوم بحاله كان فيه صورة أهو أتفرج قد الأطباء إيه اللي الدكتورة وزيرت الصحة بتقولك ما بيشتغلوش 30% يعني تحية لأطباء مصر تحية لطاقم التمريد في مصر وفي العالم كله بس في مصر بلدنا يعني تحية ليهم وإحنا أسفين جداً على اللي بيحصل لكله وبنعتذر لكم لأن البلد ماسكها عصابة ما تفهمش بربع جنيه لا سياسة ولا أزمة ولا بربع جنيه تعرف يعني بلد فيه ناس كده يبقى في ديها حاجة كويسة واتضمرها لأنهم أغبيها لأنهم مش مؤهلين أصلاً ترجمة نانسي قنقر